بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم وفي حديث الروح نسأل الله سبحانه وتعالى حديثا يسري من القلب والروح إلى القلب والروح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لاغم القرآن يخبرنا عن الكون بشيء عجيب يؤمن به المؤمنون الكون الذي حولنا الكون كله بنباته وحيوانه وجماده بأجرامه جميعه بسماواته وأرضه بكل ما يطلق عليه كلمة شيء فيه يسبح الله سبحانه وتعالى يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يسبحهم طبعا لأن لكل شيء لغة أو يظهر أن لكل شيء لغة أو له منطق حتى أن الله سبحانه وتعالى يرزق بعض عباده أن يكشف له هذا المنطق كما كان لسليمان عليه السلام فعلمه الله منطق الطير وهنا ونحن نذكر تسبيح الكائنات ونذكر تسبيح الكون وإنما نذكر ذلك لنتعلم أن الكون الذي حولنا له حق علينا وله حق أن نعبد الله سبحانه وتعالى فيه فكثرة التسبيح توافق توافق مع الكون وطاعة الله سبحانه وتعالى توافق مع الكون وأن لا نهمل في هذا الكون وأن لا نعتدي عليه توافق لأن هذا نوع من الاستجابة لهذا التسبيح علمنا الله سبحانه وتعالى وأقام بعض الواجبات التي سنقف معها سريعا مع داود وسليمان خصوصا لأنه القرآن حكى عنهم شيئا من هذا الأمر العجيب لكن يجعلنا نقتدي ماذا قال لنا القرآن قال الله تعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا فضله سبحانه وتعالى وحده وكل نعمة هي فضله وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَالطَّيْرِ كَذَلِكَ يُؤَوِّبْ مَعَهُ ما هذا؟ هذه كنعمة النعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى التسبيح العبادة لابد أن يقابلها شكر للنعمة أو واجب على الإنسان فما الواجب للقرآن بيتكلم عنه بعد ما قال أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ النعمة العظيمة هذه أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ نِعْمَة قال له اعمل سابقات وقدر في السرد وعمل صالح اعمل سابقات السابقات يعني الدروع التي تقل إنسان في الحروب وتقل إنسان اعمل صنع اعمل سابقات وليس ذلك فقط وأنت تعمل قدر في السرد السرد هي المواد التي يعمل بها المادة الخامل التي يعمل بها أو أي مادة يعمل قدر فيها جعلها بقدر لا تسرف مع هذه النعم لا تسرف نعم إني بما تعملون بصير وكذلك حصل مع سليمان سخر له وجعل له الكون وفي النهاية يختم الله الآيات بقوله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا مع تسبيح الكون اعملوا شكرا وقليل من عبادي الشكور شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اشمعين شكرا للمشاهدة